طيب دايماً في ملفات كده ما ينكرش جاحد إلا جاحد الشغل والإيجابيات اللي حصلت فيها والطفرة اللي اتحققت من بينها الملف المتعلق بالكهرباء الطاقة بشكل عام عايز أقول لحضراتكم وأكيد يعني أنا زي زي ناس كتيرة هتلاقيك في وقت من الأوقات كده لو مثلاً حصل غلطة والنور قطع ليه بتفتكر تقول ياه والله لسه كلام ده من يومين فاكن لما كنا مش عارفة إيه وكتدي يجي النور مش عارفة تقتين ويفصل تاني ونعمل إيه وفي عز الحر كانت مأساة بكل المقاييس انقطاعات الكهرباء اللي قدت مش بس بقى للخنقة بتاعة المواطن المصر لكن ضربت الاقتصاد والتصنيع وكل حاجة كانت متوقفة في بلدنا وطبعاً كانت محطات متهلكة وما كانش فيه لا إحلال ولا صيانة ليها ولا أي حاجة لغاية لما مصر الحمد لله رب عملت قفزة في مسألة الكهرباء وانقطاعات دي بقت يعني حاجة من التاريخ لو حصلت بنفضل نفتكر ونتندر على اللي كان قبل كده الإنجاز اللي حصل في قطاع الكهرباء وفي الكام سنة اللي فاتت اللي مصر قدرت أنها تحقق فيهم مش بكلم بقى على إنتاج الكهرباء بالسلوب التقليدي لكن كمان دخلنا على الطاقة الجديدة والمتجددة إحنا بنتكلم في حوالي ثلاث محطات للطاقة محطات عملاقة مع شركة سيمينز الألمانية وشوفنا مجمع للطاقة الشمسية في بنبام ووحدة من أكبر المجمعات في العالم اللي هي شغالة على استخراج الطاقة من الطاقة الشمسية وشوفنا طبعا الطاقة النووية ومحطة الضبعة وي وي والطاقة الرياح وكلام كتير جدا وكلام مهم خلينا بالفعل حققنا الإكتفاء الزاتي وبقينا الوضع مستقر والكهرباء بقت في كل بيت وما بقاش فيه الانقطعات ولا الديق دوان وبقينا طبعا أنت وفرت برضو الطاقة للتصنيع والأي استثمرات فيبقى أنت عندك البنية التحتية جاهزة طبعا وأهم حاجة وأهم عنصر فيها قصة الطاقة لما حصل الوفر ده في الطاقة الكهربائية بقينا بنسمع كمان عن مشروعات طموحة بقى وشغل مهم جدا في قصة الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية لاختلاف أوقات الزروة فيها يعني احتياجاتهم للطاقة الكهربائية مختلفة عننا ممكن بشوفنا ده مثلا مع السعودية مع الأردن مع 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 وبنشوفها بنسمعها عن السودان وكتير من الدول اللي احنا شغالين فيهم معاهم في ملف الربط الكهربائي بقول لحالكم الكلام ده كله ليه بقى لأن مؤخرا وكالة بلومبرج الأمريكية قالت كلمت بقى عن مصر في قصة ملف الكهرباء والطاقة قالت أن مصر لديها فائدا من الكهرباء ترى دولا ما قالش ايه الدول متعطشة للطاقة في الشمال كزبائل محتملين لها هو هنا بيوشيل لأوروبا تاني فبيقول لك ايه أن هي مصر عندها فائد في الكهرباء في دول في الشمال فوقينا يعني ما عندهاش الكهرباء اللي عندنا دي الحمد لله وأن مصر من الممكن أن تمد أوروبا بالطاقة عبر كابل بحري جرت تخطيط ليه بيمتد إلى قبرس واليونان وبلومبرج قالت أن خط الإمداد هيخلي مصر مركز لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل وقالت أن تصدير الكهرباء ممكن يكون مصدر مربح لمصر يعني هيوفر لها أموال يعني دخل كويس لأن مصر بالفعل ده كلام برضو وفق مش بتاعنا ده كلام من وكالة بلومبرج الأمريكية أن بالفعل مصر أصبحت مركز للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية وأن مصر بتمتلك في ساعة 50 جيجا وات بفائد يصل لخمسة هذه الساعة وأن مصر بتستخدم منها بتشتغل أصلا ده محطات بالغاز والطاقة الكهرومائية من فترة طويلة وأن مصر شغال عليها تعزز استخدامها من مصادر أخرى للطاقة وأن حوالي 8.6% من طاقة الدولة المصرية جاية من مصادر الطاقة المتجددة وبتستهدف ارتفاع الناس بالي 20% بحلول 20% وأكتر من الضعف بحلول 20-35 لحد كده تمام هي وكالة بلومبرج بتشيد بالإنجاز اللي حصل بالوفر اللي حصل في الكهرباء في مصر أن احنا كمان شغالين على الطاقة المتجددة عندنا الغاز الطبيعي عندنا وعندنا والحمد لله وقالت أن أوروبا في دول ما عندهاش الكهرباء اللي عندنا وما عندهاش الطاقة اللي موجودة عندنا فبتقترح بتقول لو تعامل كبل بحري لأبرس ليونان لعدد من الدول الأوروبية ده هيعود بالنفع على مصر يعني الوفر موجودة عندها وهيكون فيه استفادة كبيرة لها ترجمة نانسي قنقر